مجلس النواب واجه مأزق استئناف عقاد جلساته في مكان مناسب بعد مرور ثلاثة أشهر على عقاد دورته الاستثنائية بمدينة سيئون في محافظة حضرموت بعد أربعة سنوات من استحواذ الانقلابين عليه كان مجلس النواب قد التأم في الثالث عشر من شهر مايو الماضي بسيئون في دورة عقاد استثنائية قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أيام في تلك الجلسة انتخب أعضاء المجلس هيئة رئاسة جديدة وأقر الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2019 لينهي المجلس دورة عقاده الاستثنائية تلك على أمل استئناف عقد جلساته في إطار دورة اعتيادية بعد انقضاء شهر رمضان المبارك رحلة البحث عن مقر آمن لمجلس النواب ما تزال مستمرة حتى الآن وكانت إحدى النقاط الأساسية التي بحثها اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية عقد في الرياض برئاسة رئيس مجلس النواب سلطان البركاني إلى جانب عدد من القضايا على الساحة الوطنية والمواضيع المتعلقة بمهام وأعمال مجلس النواب الرئيس مجلس النواب تحدث في ذلك الاجتماع عما اعتبره معوقات حالة دون انعقاد جلسات المجلس بعد عيد الفطر المبارك كما كان مقررا وأطلع الحاضرين على الترتيبات الجارية لانعقاد جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة البركاني أوضح لرؤساء الكتل البرلمانية أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات والاحتياطات المطلوبة لتأمين انعقاد المجلس غير أن معظم التوقعات تشير إلى وجود صعوبات حقيقية أمام المحاولات المستمرة من مجلس النواب لاستئناف عقد جلساته في العاصمة السياسية المؤقتة عدن يأتي ذلك في ظل تصعيد سياسي وعسكري يقوم به ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي والتشكيلات العسكرية تابعة لها بإعاز مباشر من الإمارات ربما تكون من بين أهدافه الحلولة دون عقد اجتماعات المجلس في مدينة عدن وكان انعقاد المجلس في مدينة سيئون في مايو الماضي قد اكتنفته تحديات أمنية عديدة بينها تعرض المدينة لهجمات بطائرات مسيرة تدور شكوك عديدة حول مصدرها رغم ادعاءة للحوثين بأنهم من قام بتسيرها لضرب أهداف بالمدينة قبيل بدأ جلسات مجلس النواب لكن الخطوات التصعيدية ارتبطت حينها بنشاط المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات الذي نظم مظاهرة صغيرة مناهضة لانعقاد المجلس في سيئون فيما قام مجهولون بإحراق القاع التي عقدت فيها اجتماعات مجلس النواب بعد 11 يوما على عقد أولى جلسات المجلس توادي حضر موت